بش نحكيو فيهم لليوما اليوما بش نحكيو على مبادرة حلوة برشا بش يتم تنظيمها في مدرسة لحبيب كرمة في نيبل لهناه المبادرة هذية بش نزيده نحكيو عليها اكثر مع زوز ضيوف حضرينوا معايا هناه في السوديو اول حاجة خلنا نرحب بيهم مع الدكتور مروين بن امنة اللي هو رئيس جمعية احباء مدرسة لحبيب كرمة ومدام نيلة الغالي مديرة مدرسة لحبيب كرمة مرحبا بيكم مرحبا مرحبا بكل مستمعين راديوماد وبكل عام نيفي راديوماد مرحب بيكم اهلا وسهلا بيكم مرحبا شنبدا معك انت يا دكتور نحكيو شوية ساعة على الجمعية هذية على شنية اهم الانشطن تاحها وشنية الاهداف اللي يتحققوا بعد تأسيسها قبل شوية كنا نحكيو قتلي جمعية حديثة النشأة مزالت جديدة لكن قاعدة تخدم في خدمة مزيان هي مبادرة من الاولياء من تأسيس في 11 جنوان 2019 انه الهدف متاحها هي الاهتمام بالبنية التحتية للمدرسة مع تأثير التلمدة على قد مستطع في المجال الثقافي والرياضي والتربوي بنسبة الانشطن معمولة عملناها الانشطن عملنا وقمنا بترميم زوزقاعات في المدرسة كان فيها برشا مشاكل في البناء والتهوئة عملنا صيانة بتعبر البلوك سانيتير المدرسة وتعين عليها عامل قار معناها الاهتمام بالبلوك سانيتير عملنا امينه جمه كبير في جنينة وعملناها شعار وقتا كانت مدرسة حبكرة مدرسة الورد زرعنا تقريب 250 وردة في الواحدة وقادل عتينا به متواصل خلاف التمويل متاع البروتوكول الصحي اللي صار في المدرسة واللي كان مثال يقتدى به بشهات الإدارة الجهوية التمويل متاعه كان من الطرف الجامعية أكيد بالإشراف بتاع المديرة والإطار التربوي للمدرسة معناه في توفيرك لتجهيزات الجيل وغيره للصغيرات كله كان مثالي ولتوه ما زال مطبق بأمور راديكالية حتى إن شاء الله الحمد لله تو المدرسة ما في حتى مشاكل من ناحية الصحية لتوه انطلقنا المدة منذ اللي فيه مشروع جديد اللي هو بناء قاعة متعداد اختصاصات المشروع هذا مشتامل إن شاء الله على ثلاثة مراحل بناء القاعة متعداد اختصاصات مع مدرج اللي تجفقاني وبعد بناء سالة للتدريس الفوق وثم توسيع مركب الصحي للمدرسة هذو من ثلاثة مشاريع اللي مشتعملوا بالمرحل بحسب التمويل نطلقنا طبعا أسبوعين في الليتاب الليلانية وإحنا هنا باش نعرفوا بالمشروع بتاعنا ونحاولوا نشجعوا العباد باش يعملوا باش نجموا نوصلوا مشروع إن شاء الله أول حاجة اللي نفهمناه من كلمك إنه الساعة الجمعية هذي تخدم على المدرسة هذي بالتحديد أنا قلت زعمت دكتور شنو هذو للمدرسة يا كنت ولد المدرسة قريت في المدرسة يا عندك شكون صغارك في المدرسة وتهتم وإلا غزرت النوع آخر متعدويه يتوفر ونجم يوفروا لي هو الأنشطة الثقافية والترفية نوع آخر متعدويه نجم يتوصف أنا مغروم بالعمل الجمعياتي في كل الميدان ديما القانين عمدي يد في العمل الجمعياتي لذلك أنا زيدا رئيس جمعيات كلنا بنخيار خطأ أصلي من بنخيار كنا بنخيار وعمل مهرجا الحوت كانت عرفوه دي ما نعمل وحكينا فيه مرة لهذه معانا دونك وإنما ثم ناشاط يهم المجموعة القانين فيه دونك أنا كنت أولياء أولادي يقرأ وغديك دونك مع مجموعة من الأولياء تطلقينه واختيني نستيتيفة دي ونطلقنا فيها خطر بشتاعم الجمعية تسهلك برشا الأنشطة في المدرسة إذا كانت تقعد كل شيء مربوط بالمدير بالمدير الجهوي صعيب الجسيون متاع الفلوس متاع الأنشطة صحيح صحيح كن أولياء مباشرة عندهم ثقة في مجنوعة من الأولياء وينتخبوهم قد وقع انتخابات وكل شيء دونك الناشاط يكون أسرع وتوفير الإمكانيات يكون أسهل دونك وكله ماشي في مصلحة التيمذات كيما قلنا توا كيما مدرسة الكرمة اللي هنا في نابل معروفة وتاريخها معروف وحتى الأولياء عندهم ثقة فيها دونك مهم جدا إنك تعمل فيها سهلة كيف منهكها لقاعة كيف منهكها للأنشطة الثقافية والترفيهية اللي اليوم أوليت مهمة جدا جدا للصغيرات في ظل الضغط اللي قاعدين يعيشوا فيه وكورونا ومهو ساعات القاعة مش ما فيهم فهمين حد شيء دونك مهم جدا جدا نحن مشينا ظهر في وزارة التربية في الطريق ولا في المسار هذي إنه يكون ثمى نهار مخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية للصغير في وسط المؤسسة التربوية متاعه لكن للأسف ديما تقعد نقص التجهيزات ونقص القاعات والإمكانيات هي اللي صعيبة في تنفيذ المشاريع كيف من هذيه دونك المبادرة هذيه مهمة جدا نداء للأولياء اللي ما يقصروش لأنه كله ما يشي في مصلحة صغيراتهم آآ في اللخر وحاجة أخرى زادة كيف كيف في الناس اللي حتى خارج مدرسة ولي موجوديني نجم ويعاونوا المؤسسة التربوية هذيه باش تخلط تعمل مشاريع حلوة كيف منها كواليه إن شاء الله هذا هو المطلوب إن شاء الله عبا تكون تكاتف تحط يدها في بعضها باش نجمون نساعدوا التلميذ علاقة باش ينجح ويبرز في قرايته في آآ كل ما هو دير خلاف القائل باراسكولير معتها الثقافة الفن المسرح آآ هذا كل مهم برشة للتلميذ رفتاتير التلميذ دونك هو تولي باش نفهم المطلوب إنه باش للبناء متاع القاعة هذيه وشنو آخر باش نفهم شونه نحن تولي بناء القاعة هانا بقطع مشروعنا في ثلاثة مراحل بناء القاعة وبعد بناء القاعة متعديد الاختصات في التاج في ريتشوسي ثم بناء قاعة الفوق باش نكثروا باش ننوفروا قاعات أكثر لتلميذ يكون تدريس ان شاء الله ترجع التوفى الكورونا ويرجعوا في الزغط متاع تلميذ عادي معاش حسين وقت يكونوا على المدرسين يختم في أرياحية والمرحلة ثالثة هي بناء البلوك سانيتار جديد لازمنا بلوك سانيتار حان عنا حان عنا بلوك سانيتار في سي توالات دونك يزمنا دوز باش كونوا متابقين معتها الركومنداتيون حسب النور حسب النور حسب النور دايلة معتها تجهيزات في كيف نصور خاصة للأقسام هذوما وإلا نوع معين متاع من عشك أنشطة موسيقية رابش تطلب آلات موسيقية غير مرحلة أخرى الأولويات والبناء متاع الأقسام عملنا حتى بروجي يقولنا إحنا مكانيات هي النوميريزاسيون دليكول معنا نحبو كل ما كلا تابلو انتليجون حبو لي داتا شوء دان شاك واحدة ميكو او ديناتور لكل معلم باش نجمي اللي عملنا تابلو انتراكتي فأذاك حبونا مشروع ثاني إحنا وإمكانيات كنوسو نحقوه سيليديال ما تعف ضعف الإمكانيات خليك تمشي بالمرحلة بالمرحلة مرحلة المركزين عليها هي مرحلة بناء القاعة هذه وقلنا نحاولو في سنان كموها باش نستغلوها سنان إن شاء الله لعبات تتعفى على معانا إن شاء الله عاوني دي اليوم من خلال راديومايد للناس اللي تسمع فينا أولياء ولا غير الأولياء مدام نيلة فرصة زادها كيف نحب ونحكيه شوية على ثميش نقاص في المدرسة غير القاعات هذوما غير المرفق الصحي في المدرسة هذية شنو اللي ناقص؟ ميسيرش فرصة ناخذوها للعبادة التي تسمع فينا ولي حب يعاون ثميش حاجة ناقصتكم فيما يتعلق بالإجراءات متاع الكورونا لحكاية هذوكم الكل وإلا أي حاجة أخرى وزيد دعطيني فكرة على الأقسام هذوما إذا كانت ثم متوفرين معلمين بيش تقوم بالأنشطة وإلا لا يعني ثم نقص في الأعوان والإطارات التربوية وإلا لا مشكورين نقدر كل شيء مشكورين على الاستقبال والحفاوة ورحمة اللي شفتها في وجوهكم مشكورين إن شاء الله عامكم مبروط نشكركم برشا ونشكر المستمعين لكل بالنسبة للمشروع بتاعنا كما حكاها الدكتور أحنا أول اللقاء عملناه لتأسيس الجمعية كان هذا حلمي لأني قبل حلمت به كنت في ولاية أخرى وحققته أيوة كان حلمي بيش نعمله في مدرسة الكرمة وهي لسال بوليفالونت قاعة متعددة لاختصاصات خاصة أن وإني شفت في الكرمة فما تقاط انت على تلامذة ما شاء الله أنتو ما تعرفوا سيطة الكرمة وهي تحتاج للنواة هذية بش نكملوا التعلمات ونكملوا هالإبداع أنا دي جا عملت مموار عناول حتيتها من التربية على القيم إلى الخلق والإبداع مغرومة بالخلق والإبداع ونحب تلامذتنا يوصلوا ونعرف عنا تقاط في الإطار وفي التلامذة لكن المساكن اللي عوزهم هو الفضاء غير موجود الإمكانيات متاع المدارس توا تعرفوها ضعيفة دونك هذك علاش أحنا جينا اليوم ونعملوا على المجتمع المدني على الأولياء على رجال الأعمال إن شاء الله يدعمونا باش نحقوا هالحاجة هذية قاعة متعددة لاختصاصات تنجم الدغدغ فيها أحاسيس التلاميذ الكل ما شاء الله أنتو ما في مجال فن وإبداع وتعرفو التلميذ يحتاج للموسيقى للمطالعة وهي الرافض الكبير والصحيح أنه ينجح التلميذ وأنا نقول طول كل الولية يسمع فيها باش تعرف البازة متاع ولدك وتحب تتأكد من ولدك وين اتجاهه ولو أنا هي فيها شوية تحفظ حطلوا تليفون وحطلوا كتاب مطالعة هذ كتاب المطالعة رك أنت مطمئن على ويندك ماش في الطريق الصحيح هذ التليفون راول لخي يزمك تأثير ويرزمك حذر دونك هكا عليش حابينا نعملوا القاعة باش نجمو الوليدات ما يقعدوش مثال ساعة يخسروها نحبو نحتاجو أحنا قاعة متالعة مش توفر فيها قاعة المطالعة مش توفر فيها تياتخ مش توفر فيها نادي موسيقى مش توفر لنا نادي العلوم تحتاج بياس واللافابول معناها هي راهي التركيبة متاحها خاصة تقول باش توفر لنا المجالات هذية الكل المعلم يخدم مرتاح ويلقى الفضاء وينزيد يبدأ معا تلمرتو والتلميذ يلقى روح ومتنفس ويخرج مك الإتار متاع القسم هذك المحدود اللي باش يقرأ فيها درس علوم درس قراءة كذا في القاعة هذيته مش يبدأ على التلميذ هكا عليش احنا نحبو نحققوها ونحبو نوصلو بها خاصة تنى السنة الدراسية الاستثنائية هذي وهالذروف الاستثنائية نحبو أولادنا يبدعوا بالحق ويلقاوها الفضاء انشاء الله يا ربي نجحوا فيه انشاء الله بالنسبة البلوك سانيتار احكاها الدكتور على البلوك سانيتار هي حاجة ضرورية احنا نحمدو ربي اللي وعندي هاو شكون اللي في مدرستنا ما وقعوا لناش دكاء اللي خوفوا علاش لان الجماعية موفرة لنا فامدو مناش يوميا متواجدة في المدرسة نقوموا بالبروتوكول السحي الكل وشفتونا احنا كيفاش عملناه وقلنا الحمدو الله لباس وهذا اللي بش نرشى عليه شوية اخرين يحب مش كما انتوما في المؤسسة مدام نيلا كما العبد اللي يغزر من بعيد بالنسبة للتوفير الحق الجمعية والعديد من الاولياء وفرولنا ما كانتش عنا نقص وما كانش عنا معناها ضغطة ضغطة لباس قاعدين ناخد موبيل بروتوكول السحي محافظين على ولداتنا مدرستنا لباس انظيفة زادة الحمدولله مش نشكر فيها حمدولله لكن ربي نداء نداء للاولياء احنا محتاجين بش ننجحوا المشروع هذا يا البلوك سانيتار صغير يلزم لانه عدد تلام ذا ما شاء الله انا شديتها الفين وثلتاش فيها ميتين وثمانية وربيد توا فيها سبعمية واحد ماشا الله سيت هتعرفو نعم سيس سيس يعني تروابور فيه تروابور غرسون في البلوك سانيتار محدود برشا يلزمنا بين ثمانية واثناش ونعرفو توا للكوم تاع الحاجات هذية غالية شوية والمدرسة وحدة بالحق يلزمنا نعارض الدولة يلزمنا نحشوها الامكانيات والميزانية والأولادنا والأجيالنا الجاية يعني يلزم نعرفو المجهودات هذية ويلزمنا نقوموا بهذا عمل مهوش من هو واجب واجب وطني ويلزمنا احنا في مدرستنا ان شاء الله نلقاو ناس اللي نجحوها معنا ونوصل للنتيجة بالنسبة للأشياء اللي تنقص المدرسة عبية صحيحة احنا مثلا نحبوا اللابوم تاع الاعلامية قديمة شوية المندوبية مازال ما عندهاش مسكينة زادة بش توفر للمدارس فما مدارس عندها اولويات احنا لا بس او شوية ندلوا على الاولياء وعلى الادارة ونسلحوا لكن اذا كان نقول نحب وين نحب نوصل للمدرسة اي احنا محتاجين محتاجين لبغا انفورماتيك يكون فالنورم يكون يساعد تلهم ذا ما يتيح لناش وردناتور عنقان يخدموا عليه ترواسي زيام وترواسين كيام كل قسم فيه 35 هذا شنو برشة واحنا عنا الستة ناقسين برشة ونعرفوا كيما قلنا راه ونعرفوا الامكانيات متاعنا ونعرفوا الامكانيات اللي دارة وانا نقول ديما في الثورة وفي الكورونا وفي غيره المجتمع المدني المنظمات والجمعيات لعبت دور كبير 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 برشة في الحاجات اللي كيف من هذوما في تحسين البنية التحتية في المؤسسات التربوية وغيره قاعدة تخدم في خدمة مزيانة خاطر ايد واحدة ما تصفتش والمؤسسة تنجم تعمل حد شي والجمعيات هذوما تبركل عليهم ينجموا يخدموا خدمة مزيانة انا شنختم معاك ومسحرورة شهيدة حق الحاجة اللي شفتها في مدرسة الكرمة واللي ما شفتها بخسك في حتى مدرسة اخرى النظام كان من اول العام فتحية وبرشة قلنا ديما نشوفوا معناها خاصة في المؤسسات يبدوا من اللول حارسين هكا على الجيل وعليجيين وكلهم بعديكا بشوية 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 يترخوا من اول نهار كيما الى حد اليوم نفس اللي بخوتوكول قاعدين يتاخذوا شفت معناها بعيني قاعدة نشوف قدام المدرسة البرتي كلها تقسمت خطوط خطوط فتحية سنة اولى يتعديوا في خط السنة الثانية في خط السنة الثانية بش الصغار ما تدخلش بعضها صفوف قاعدين يدخلوا الحرارة كل يوم تتقاسوا بين السباح والعشية الجيل قاعد يتحط قاعد نشوف في برشة تطورات في مدرسة الكرمة حمدولله يا ربي حتى من الصغار معناها يما ما راوا كينا نمشيونا لسالدبان نحصلوا ايدينا راوا جيل جيزة نحطوا ايدينا يا هبطلنا الصفوف اي شايخين بير فازا لتالف اصنوا معناها قاعدين حتى مايحبوش الصغار يمسوا لكلهم مبعاظهم الجيل معناه قاعدين يعملوا لماكسيموم باش يحسنوا من مدرسة الكرمة هذي شهدة حق حبيتون قولها في حق مدرسة الكرمة ما لازم يش نسكت عليه يعطيهم الصحة ومرة اخرى شكرا لجمعيت احبا مدرسة الحبيب كرمة على زادة كيف كيف الخدمة فيه وان شاء الله اليوم ندايا ربي يوصل للناس اللي تسمع فينا من اولياء وإلى من خارج حتى بعيد حتى الاولياء اللي حبوا يعاون اللي حبوا مؤمنين انه في كل مؤسسة تربوية لازم القاعات هذوما تعلانشطة متعديدة الاختصاص والانشطة الثقافية وترفيهية للصغيرات لازمها تكون في كل مدرسة راهو المتنفس الوحيد ما هيش كل العائلات تنجم تهز صغارها الى نوادي خاصة باش تمارس النشاط من حق التلميذ يكون عنده نادي في المدرسة متاعه يمارس فيه الانشطة ذي مجانا هذي راهو كما نقوله احنا ايماني لازم يكون نراسخ في عقول الناس باش الاجيال الجاية تتخدم وتتربى على مسار صحيح وعلى بناء صحيح بالتوفيق لكم يعطيهم الصحة وان شاء الله ياربي بطبيعة هاوكو كان لعبات تحب تتبرع وإلا تحب تساهم في المبادرة هذيها تتصل تتصل بك انتي تتصل بيه انا بو نمير متاع معروف في اللي سيت هالا يدخل على فاجة الجمعية نجمي نقاول الركومنتيسون كول الكنتاكت لكوليك وانا سليم بالحاج هو الامين منتاع الجمعية يتصلوا بيه نجم نقوم الرقم تاعهم في مش مشكلة بينصير اكيد 24 445 041 24 445 041 وانا سليم بالحاج وانا مين من الجمعية ويلقعوا لي كونتاكت كل في جماعية أحبة مدرسة كوليك خبية بالتوفيق لكم عايشة صحة شكرا لك شكرا لكم مرحبا شكرا لكم نعملوا ترتاحة شكرا لكم